بسم الله الرحمن الرحيم في حيوان ارتبط من ألاف السنين بأهميته للمزارع والفلاح وكمان أهميته بالنسبة لمنشأ الحضارات الأديمة حيوان كله على بعضه كده مفيد لحمه لبنه كل أعضاء الداخلية وجلده وصفه والعظم بتاعه كمان ويكفي الحيوان ده فخر انه كان الحيوان الوحيد اللي اختاره رب العزة سبحانه وتعالى علشان يكون فداء وتضحية لسيدنا اسماعيل وكمان بقى من ضمنه شعائر وشنان الحج رمز للتضحية وكتير او من فخراء ومساكين المسلمين بيستفيدوا من السنة دي في الموشم ده بالذات اعتقد طبعا كلنا عرفنا اننا هنتكلم عن الخروف الخروف هو اسم الزكر ولما يبقى جبت في السن شوية بيتقال عليه كبش الانسة هي النعجة او الشاء والمولود الصغير اسمه الحمل وكل الانواع دي اسمها الاغنام او الغنم الاسم الشامل يعني بتاعه غريزة الامومة عند النعجة عالية شوية لما النعجة تكون في رحلة رعي وبعيد عن ابنها وترجع اخر النهار اول ما تقرب من البيت اللي عايش فيه تسيب القطيع وتجري وتاخد في طريقها اي حاجة انسان حيوان اي حاجة ولا يهمها ايه اللي بيحصل ولا مدد الضرر اللي ممكن بتعمله المهم تدخل مكانها وتروح لابنها على طول تطمن عليه وبعد الفراء الصعب ده حتى اثناء الليل ونتجة لعدم موجود نور كفاية هنلاقي كل ام بتنادي على ابنها علشان تطمنه النهاية قريبة منه وتدي له نوع من الامان وده السبب ان الخرفان بالليل بصفة خاصة بتبقى وزعجة وعملة دوشة وضوضاء مفيش بعد كده مدد الحملة عند النعجة حوالي خمس شهور وغالبا بتولد توقم وده معناه فترة حملة قصيرة وانتاج كبير ورزق واسع خير كتير يعني الولد الجديد بيرضع من لبن امه من خمس اسبوع لاربعتشر اسبوع وبياخد نص ساعة بعد ما بيتولد ويقوم يمشى على رجليه من نفسه في سكوتلندا سرقة الاغنام بتعتبر جريمة كبرى وممكن العقوبة بتاعتها توصل لحد الشنق مضرب التنس بتعمل من امعاء الخرفان المضرب الواحد بتعمل من امعاء حداشر خروف اثناء الحرب العالمية القوى كان فيه رئيس امريكي عنده قطيع من الاغنام كان بيشغالهم في تسوية اعشاب الحدائق بتاعت البيت الابيض اشهر خروف على مستوى العالم هو النعجة دولي واللي تم استنساخها من نعجة تانية بس عن طريق خلية جسدية مش خلية تنسلية الكلام ده كان في جامعة من جامعات سكوتلندا عام 1996 النعجة دولي انجابت بعد كده وعاشت حوالي 7 سنين اذا ما جالها الحقيقة مرض رئوي خطير ومعدي اضع عليها في فبراير 2003 وموضوع استنساخ النعجة دولي ده تكلب حوالي 50 الف دولار حاجة كده بتاع مليون جنيه مصر تقريبا الخرفان بيحسوا بالقلم ولو كان لقلم شديد شوية ممكن يصرخوا منه وبشعروا بالحزن خاصة لما يفقدوا اي زميل ليهم سواء عن طريق الوفاء والدبح او حتى البيع ومغادرة المكان لأي سبب من الاسباب الاغنام من الحيوات الزكية وبيتمتعوا بذاكرة ممتازة وبيكونوا صداقات وبيتحدوا مع بعضهم ضد اي حد او اي شيء يهددهم او يضيقهم الغنم بيحب ينطلق ويجري ويلعب ويأكل اللي يعجبه من الارض اللي بيرع فيها لما ما يحبش الحبسة وده في وقع الامر بيخليه في صحة افضل وكمان بينعكس على حجمه ووزنه بالزيادة الاغنام بتحب تشرب من اي مية جارية مش من المعلف او الاواني اللي فيها مية لو بتتحطوا قدامهم متوسط سرعة الخروف حوالي 40 كم في الساعة لما بيجري وبيعيش من 10-12 سنة طبعا لو تساب من غير دبح ووزنه ممكن يوصل ل180 كيلو جرام وارتفاعه من 85 سنتي لحد 140 سنتي الغنم من نوع نباتي بيكون الحشائش اعشاب برسيم البقول النباتية زي الفول كده على سبيل المثال العلم فيه حوالي مليار راس من الغنم واللي فيه اكتر من 900 نوع وفصيلة مختلفة وتقريبا ما فيش دولة في العالم الا وعندها اغنام ومشاريع تربية الاغنام سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير واكتر الدول العالم في انتاج الاغنام هي استراليا ونزولندا وانجلترا وبالمناسبة يعني الصين بس فيها حوالي 200 مليون راس من الغنم السودان بقى الشقيق فيها حوالي 40 مليون راس من الغنم عيون الخروف مجال الرؤية بتاعها بيوصل ل300 درجة وده بيخلي الخروف يشوف حتى اللي وراه وبدون ما يلف راسه اللحوم الحمراء كلها معروف ان فيها نسبة علي من الكوليسترول انما الخروف الصغير الحمل يعني اقل اللحوم الحمراء في الكوليسترول ده اللحوم الغنم غنية جدا بالبروتينات والبيتامينات والاملاح المعدنية انما المناحة تانية فيها نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة وده هيبقى فيه ضرر كبير على الشرايين والاوردة وعضلة القلب انما برضه يعني ممكن التاكل وبكل امان لو بكميات صغيرة وعلى فترات متبعدة لبن الغنم فيه بروتينات ودهون ضعف اللي في اي لبن تاني وده بيخليه اختيار ممتاز لتصنيع بعض انواع من الجبنة كابتة الخروف فيها نسبة عالية من البروتينات وعنصر الحديد وفيتامين الف وفيتامين دال كمان مخ الخروف سهل جدا في الهضم بتاعه ومليان فوسفور وفيتامين دال الخرفان على وجه العموم بتتربع علشان لحمها انما فيه بعض الدول اللي تربية الخرفان عندهم خاص بانتاج الصوف زي استراليا كده على سبيل المثال الخروف الواحد بيدي حوالي اربعة ونص كيلو جرام من الصوف كل سنة الصوف ده بيقى فيه نوع ناعم وده بيعتبر نوع فاخر وبتصنع منه الملابس بسفة خاصة وفيه صوف بقى متوسط او خشن وده برضو بتعمل منه بطاطين وسجاجيد الى اخره حتى فروط الخروف كلها ممكن تتمشت وتتصبغ بقى الوان مختلفة وتبقى نوع من الزينة او تتفرش على الارض خاصة ايام الشتاء والبرد وجلد الخروف بتعمل منه احزية وشنطه منتجات كتير اوي فيه بعض الهيئات والمنظمات الدولية اللي يعني افرادها بيحبوا الغنم ويقدروه خلوا يوم 27 اكتوبر من كل سنة عيد للغنم وده يوم بيحتفلوا فيه بالغنم بطرق مختلفة اعترافا بفضل الغنم على البني ادم ومن الاف السنين وحتى ما شاء الله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته